على العالم الاستعداد لخطة بديلة من أجل التعامل مع إيران هكذا استفتحت مجلة بوليتيكو الأمريكية تحليلا لها أكدت فيه أن التمسك بالمفاوضات النووية سيؤدي إلى تكرار نفس الخطأ مع روسيا التي استغلت التهاون الغربي واحتلت أوكرانيا ومع فشل محاولات إحياء الاتفاق النووي مع طهران بعد نحو عشرة أشهر من المفاوضات شهد الشهران الماضيان قيام نظام طهران بسلسلة خطوات تصعيدية من بينها زيادة تخصيب الإيرانيوم وإغلاق عدة كاميرات في مواقعها النووية معهد حرية العقيدة والأمن في أوروبا حذر من استغلال إيران للدبلوماسية الغربية لمواصلة أفعالها العدوانية ضد العالم مشيرا إلى أن طهران وفي ظل حكم الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي أصبحت خارجة عن السيطرة بشكل متزايد مجلة بوليتيكو أكدت أن إيران لا تزال مصدرا رئيسا لعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال رعايتها للميليشيات مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن داعية الاتحاد الأوروبي لعدم غض الطرف عن فكرة عدم استعداد طهران للانخراط في محادثات بناءة مع تصعيدها للعمليات العدائية في الوقت نفسه فضلا عن وجوب بذل المزيد من الجهد للحد من أنشطة إيران في أوروبا حيث تنشر طهران دعايتها وتجمع الأموال وتضطهد نشطاء المعارضة وتخطط لهجمات إرهابية بحسب تحليل المجلة الأمريكية خاصة وأن أمام إيران وقت وجيز جدا لصنع قنبلة نووية بحسب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة